ارتفعت تثبت النفقات الرأسمالية لوزارة التربية والتعليم للعام الحالي بنسبة 89.5% عن العام الماضي شامل مختلف القطاعات من أجل تحسينها غير أنها لم تنظر بعين الاعتبار لمشكلة المدارس المستأجرة عملا على زيادة كفاءة العملية التعليمية ورفع جودتها ومخرجاتها دأبت وزارة التربية والتعليم جاهدة على إنشاء المشاريع التي ترفض قطاع التعليم بكل ما هو أفضل وبناء عليه شهدت النفقات الرأسمالية للعام الحالي ارتفاعا في قيمتها بنسبة 89% عن العام الماضي النفقات التي بلغت 40 مليون دينار تقريبا شملت مختلف المجالات سواء برنامج التعليم المهني بنفقة قيمتها 190 ألف دينار والتربية الخاصة بقيمة 100 ألف دينار والتعليم الأساسي بقيمة 682 ألف دينار والثانوي بقيمة 13 ألف دينار إضافة إلى البعثات العلمية والعلاقات الثقافية فيما لم تكن المدارس المستأجرة من ضمن تلك النفقات قضية المدارس المستأجرة تعود منذ سنوات وهي تشكو من سوء الخدمات فيما يتعلق بالمرافق الصحية أو بنية القاعات الصفية أو حتى ترد العملية التعليمية نتيجة عدام التنظيم وهي من أولى القضايا بحلها وشملها ضمن النفقات الرأسمالية إنشاءه وتوفير المدارس الملائمة هو الحل الوحيد للتخلص من تلك المشكلة وحتى ذلك الوقت يكمن الحل المؤقت بحصر أعدادها وتحويل طلابها إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة المسائية دعما لتطوير التعليم ورفع كثرة